بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في المتتاليات لبكالوريا 2017 رقم واحد لشعب أدابية يعني أداب وفلسفة وأداب ولغات حيث قال اي آن متتالية حسابية معرفة على آن بي اي لسفر يساولنا خمسة و اي لاثنان زايد اي لأربع يساولنا ثمانية وعشرون السؤال الأول قال عين الأساس ثانيا قال اكتب عبارة الحد العام اي لآن بدلالة آن ثم استنتج قيمة اي لخمسة عشر ثالثا قال عين قيمة آن حتى يكون اي لآن يساولنا الفين وخمسة عشر رابعا قال احسب بدلالة آن المجموع آس حيث آس يساولنا اي لصفر زايد اي لواحد زايد اي لاثنان إلى غاية اي لآن خامسا قال احسب المجموع آ يساولنا خمسون زايد ثلاثة وخمسون زايد ستة وخمسون إلى غاية زايد الفين وخمسة عشر إذن ننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على سؤال أول حيث قلنا قال إي لآن متتالية حسابية لما نسمع كلمة متتالية حسابية أول شيء يأتي إلى ذيني هو عبارة الحد العام ألا وهي إي لآن يساوي لنا ماذا يساوي لنا إي لبي زايد ركزوا جيدا آن ناقص ماذا ناقص بي في عدد اسمه هذه هي عبارة الحد العام للمتتالية الحسابية من أجل أي حد تنطلق منه يعني من أجل بي حيث بي يكون أصغر من الآن ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي كيف نتعامل معه السؤال هو قال أنه حساب لنا الأساس دقيق وأرجوكم إذن أولا قلت هذه لما تسمعوا كلمة متتالية حسابية يجب أن تكونوا على دراية بها قال عين الأساس إذن نكتب هنا تعيين الأساس ركزوا جيدا وانتبهوا معي أرجوكم إذا جئنا الآن الشيء الذي نعلمه أنه إلي سفر يسأل لنا خمسة ما رأيكم أبنائي لو نكتب إلي إثناني وإلي أربعة بدللة هذا الحد المعلوم لهو إلي سفر ركزوا لو نعوذ هنا بإثناني هنا كم نعوذ؟ نعوذ بإثنان ولو نعوذ هنا بصفر نعوذ هنا بصفر فقرأوا ماذا تصبح؟ تصبح لنا إلي إثنان يساوينا إلي سفر زائد إثنان ناقص سفر وهي إثنان في أر هذا الأمر الأول بنفس الخطة الآن نعوذ هنا بالأربعة وفي مكاني الآن نعوذ بالأربعة وهنا نعوذ بصفر وهنا بصفر يقول أحدكم لكن لماذا أخترت السفر؟ لأنه هو الحد الوحيد الذي نعلمه فماذا ينتج؟ ينتج لنا إلي أربعة يساوي لنا إلي سفر زائد أربعة ناقص سفر وهي أربعة في ماذا؟ في أر ثم بعدها ماذا نفعل أبنائي؟ نأتي بهذه العلاقة التي تربط ما بين الحدين دقيقوا أرجوكم ثم ماذا نفعل؟ نأتي بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع ونأتي بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع فماذا ينتج لنا أبنائي؟ ركزوا أرجوكم الأمر يصبح جد جد بسيط فيصبح لنا إلي سفر زائد ماذا؟ زائد إثنان آر زائد إلي سفر زائد أربعة آر يساوي لنا كم؟ ثمانية وعشرون لم أفعل شيء إنما هذا ينقل في هذا المكان وهذا ينقل في هذا المكان حسب ما ترون بالنقطة الحمراء تصبح لنا إلي سفر وإيلي سفر يعني حبة واحبة تصبح لنا إثنان إلي سفر زائد إثنان آر زائد أربعة آر تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ستة آر يساوي لنا الثمانية وعشرون لكن نحن نعلم أن إلي سفر ها هي قيمته كم؟ إنها العدد خمسة تصبح لنا إثنان في خمسة زائد ستة يساوي لنا الثمانية وعشرون تصبح لنا هذا في هذا كم؟ لاحظوا ونتبه تصبح لنا عشرة إذن عشرة زائد ستة آر يساوي لنا الثمانية وعشرون ثم الآن ننقل هذا إلى هنا ستة آر يساوي لنا الثمانية وعشرون ناقص ماذا؟ ناقص عشرة سبح لنا ستة آر يعني ثمانية وعشرون ناقص عشرة أكيد يساوي لنا كم؟ ثمانية عشر معناه آر يصبح لنا الثمانية عشر على لأن هذا بما أن فيه فإنه ماذا؟ تقول القاعدة يا أبني إنه ينقل إلى المقام فيعوض هنا فتصبح لنا آر دقيقوا أرجوكم إذن آر يصبح لنا ثمانية عشر تقسيم ستة لا يختلف في اثنان إنما هي الثلاثة فقط أبنائي إذن الأساس كم؟ إنه ثلاثة وانتهى الأمر فقط بعدما أنهينا مع الأساس ووجدناه ثلاثة نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال أكتب عبارة الحد العام إلي آن بسفر فماذا ينتج؟ إذن نعوض هنا بسفر وهنا بسفر والأساس قد حسبناه كم وجدناه؟ وجدناه الثلاثة فهذا الثلاثة نعوضه هنا وانتهى الأمر إذن فماذا ينتج؟ تصبح لنا إلي آن يساوي إلي سفر ها هو قيمته كم؟ إنها خمسة زائد آن ناقص سفر هو آن في آر كم هو آر؟ ها هو ثلاثة إذن نعوض هنا بثلاثة فكيف تصبح لنا بسفر؟ لأن تصبح لنا إلي آن يساوي إلي كم؟ هذا في هذا كم؟ ثلاثة آن زائد ماذا؟ زائد خمسة لأن الجمعة عملية تبدلية إذن هذه هي عبارة الحد العام بدلالة آن فقط أبنائي وبعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الآخر ثم استنتج قيمة إلي خمسة عشر إذن نكتب هنا استنتاج ماذا؟ قيمة كم إلي خمسة عشر إذن هنا ما علينا إلا أن نأتي بهذه هنا ونعوض بماذا؟ بخمسة عشر وهنا بخمسة عشر فقط فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا إلي خمسة عشر تساوي إذن قلنا في مكاني الآن أعوض بخمسة عشر فتصبح لنا خمسة ثلاثة في خمسة عشر إنها خمسة وأربعون زائد خمسة تصبح لنا إلي خمسة عشر يساوي لنا خمسون فقط لكن هذا خمسون تذكروا لأننا سوف نحتاجه في الأسئلة القادمة فقط إذن أظن الفكرة قد وصلت إذن أعيد لما يقال هنا إلي خمسة عشر ما علينا إلا أن نعوض هنا بخمسة عشر وهنا بخمسة عشر وهنا بخمسون لو قال إلي 2017 نعوض هنا 2017 وهنا 2017 فقط بعدها نتطرق إلى السؤال الآخر قال عين قيمة آن حتى يكون إلي آن يساوي لنا 2015 إذن نكتب هنا تعيين آن حتى يصبح لنا إلي آن يساوي لنا 2015 هنا العكس لاحظوا إلى هذا الأمر هنا قال عين قيمة يلي 15 عوضنا هنا بخمسة عشر وهنا بخمسة عشر لكن هنا العكس إلي آن تساوي لنا 2015 معناه نأتي بهذه ونجعلها كم تساوي تساوي لنا 2015 ونحل هذه المعادلة لإيجاد قيمة آن وانتهى الأمر فننقل هذا إلى هنا نصبح لنا ثلاث آن يساوي لنا 2015 ناقص خمسة نصبح لنا ثلاث آن يساوي لنا كم يساوي لنا 2010 ومنه آن يصبح لنا 2010 تقسيم ثلاثة أكيد لو نحسب هذه بالآلة الحاسبة سوف نجد آن يساوي لنا 670 فقط يا أبناء ما معنى؟ تذكروا أن لم هذا الآن الذي وجدناه هنا لو نعوضه هنا فماذا نقول؟ نقول أنه إلي 670 كم يساوي؟ يساوي لنا 2015 أعيد حتى تفهموا جيدا إذن قلت هذا العدد عوضه هنا سبحانا إلي 670 يساوي لنا 2015 فقط أبنائي هكذا قد أجبنا على هذا السؤال ولكن تذكروا هذه القيمة لأننا سوف نحتاجها كذلك في الأسئلة القادمة بعدها نتطرق الآن إلى رابعا قال أحسب بدلالة آن المجموع آس حيث أعطينا هذا آس ينطلق وهو مجموع لإلي صفر زايد إلي واحد زايد إلي إثنان إلى غاية إلي آن إذن نكتب هنا حساب آس بدلالة آن دقيق أرجوكم إذن أولا عندنا ماذا؟ آس هذا ماذا؟ هو يمثل أو هو آس مجموع لحدود متتابعة لمن؟ لمتتالية حسابية إذن متتالية حسابية إذن هذا مجموع لمن؟ لحدود متتابعة لمتتالية حسابية حدها الأول نحن نعلم حدها الأول هذا حد يعني المجموع هذا هو إلي صفر يساوي لنا خمسة الآن كيف نقول؟ نقول آس يساوي ما هو مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية؟ هو هكذا عدد الحدود على إثنان في الحد إذن قلت نكتب الحد الأول للمجموع زائد الحد الأخير لمن؟ للمجموع هذه هي قاعدة العامة لمجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية الآن ننطلق عدد الحدود كيف يحسب؟ إذن عدد الحدود لأي متتالية حسابية أو هندسية أو متتالية تراجعية كيف تقول القاعدة؟ تقول الدليل هذا اللي هو كم؟ آن الدليل الكبير يعني الدليل النهاية ناقص دليل البداية هذا اللي هو كم؟ ناقص سفر زائد واحد دائما توضيفنا يعني بلغة التزيرين سادقة يجب أن توضيفه إذن الدليل الذي يكون هنا في النهاية ناقص هذا الدليل الذي يكون في البداية زائد واحد لا جدالة فيها دائما ننظفوها إذا صبحنا آن وننقص له لا شيء نصبح آن ونضيف له واحد لا نقول يصبح إثنان إنما نقول آن زائد واحد إحذاروا لأن الكثير إذا قلنا له آن ونضيف له واحد يقول إثنان لا هو آن زائد واحد حتى نفهم الفكرة أرجوكم الكثير يقول قلت آن ونضيف له واحد يقول إثنان لو قلنا واحد زائد واحد إثنان لقلنا آن زائد واحد يصبح كم؟ آن زائد واحد إذن هذه نأتي بها ونعوضها في هذا المكان معناه ماذا يسبح؟ يسبح لنا S يساب 2 زائد 1 على 2 في الحد الأول للمجموع أين هو الحد الأول للمجموع؟ ها هو الحد الأول للمجموع نعوضه هنا إذن زائد E لصفرة زائد الحد الأخير لمن؟ للمجموع الحد الأخير للمجموع هذا نضعه هنا إذن زائد ماذا؟ زائد E لأن هكذا يا أبنائي لم أفعل شيء ثم ننطلق بعملية التعويض لكن E لأن ها هي قيمته انظروا ها هي قيمة E لأن إذن هذه E لأن ما علينا إلا أن نقوم بجلبها ها هي أمكم انظروا ويبقى لنا وعندنا E لصفر ها هو ما علينا إلا شيء اسمه التعويض بطريقة جدا بسيطة فيصبح لنا S يساوي أن زائد واحد على اثنان E لصفر نعوضه هنا كم؟ إنه خمسة زائد E لأن ها هي أمكم إنها ثلاثة أن زائد خمسة إنها ثلاثة أن زائد خمسة فقط لم أفعل شيء كل شيء أعوضه بما يساويه وانتهى الأمر هذا ها هو وهذا يعوض هنا في مكان الإيلي فيصبح لنا S يساوي أن أن زائد واحد على اثنان في هذا زائد هذا كم؟ إنها عشرة زائد ثلاثة أن قلت عشرة زائد ثلاثة أن هذا هو مجموع هذه حدود هذه المتتالية الحسابية ذات أن زائد واحد حد فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال أحسب A الذي يساوينا خمسون زائد ثلاثة وخمسون زائد ستة وخمسون زائد إلى غاية الفين وخمسة عشر أكيد هذا A يمثل مجموع لحدود متتالية متتالية حسابية إذن نكتب هنا حساب ماذا أبنائي حيث لو نلاحظ هنا انظروا لما قلت لكم هذه الخمسون هاي خمسون هي قيمة لمن؟ لإيلي خمسة عشر لاحظتم؟ إذن تقول A يصبح يساوينا كم؟ يساوينا إيلي خمسة عشر لماذا أعيد حتى تفهموا؟ قلت انظروا إلى الخمسون هي الحد كم؟ هي هذا إيلي خمسة عشر زائد ماذا؟ أكيد زائد إيلي ستة عشر زائد إيلي ماذا؟ سبعة عشر إلى غير إلى غير زائد 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 إلى غير غير هذه 2015 هي لمن؟ لإيلي ستمائة وسبعون زائد إيلي ستمائة وسبعون هذه القيمة 2015 موافقة للحد كم؟ لإيلي ستمائة وسبعون إذن الآن ننطلق يصبح لنا هذا A هو مجموع إذن A مجموع لحدود متتابعة لمتتالية ماذا؟ حسابية أساسها كم A يسوينا الثلاثة الذي حسب من قبل الآن ننطلق يصبح لنا A يسوي عدد الحدود عدد الحدود هو الدليل الكبير ناقص الصغير ونضيف له واحد مثل ما ذكرت يعني 670 ناقص 15 زائد واحد دائما من عندنا على 2 في الحد الأول إيلي كم للمجموع إيلي 15 زائد الحد الأخير للمجموع ها هو اللي هو كم اللي هو إيلي 670 هكذا تصبح تساوي تصبح A يساوي بعدما نجري الآن ركزوا أرجوكم نقطة نقطة أبني إذا نصبح لنا 656 على 2 يعني بعدما نجري الحساب هنا في إيلي 15 ها هي قيمته كم؟ إنها 50 زائد إيلي 670 ها هي قيمته اللي هي كم؟ هي 2015 إذن بعدما نجري عملية الحساب تصبح لنا هذه يعني بالآلة الحاسبة تصبح لنا 677 و320 هذه هي قيمة هذا المجموع فقط يا أبني إذن هنا كان بإمكانه حتى يعني يسهل كان بإمكانه يقول استنتج المجموع ليس حساب المجموع لأنه أمر استنتاجي لأن هذا الحد هو إيلي 15 وهذا الحد هو إيلي 670 وهذا المجموع هو مجموع لحدود متتابعة لمتتالية حسابية أساسها الثلاثة التي دريست من قبل فقط وفي الآخر الأبناء وبنات الأعزاء إن لم تفهموا شيء أعيدوا الفيديو في تلك النقطة حتى تحفظوا الفكرة إن لم تستطعوا فهمها وفي الآخر أرجو منكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نرضي ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر